شاهدين الكرام أهلا بحضراتكم معنا ولقاء يتجدد مع صباح كل يوم وبنصبح عليك النهاردة الأربع ستة وعشرين من ربيع الآخر عام الف ربعمية تلاتة واربعين هجريا واحد ديسمبر عشرين واحد وعشرين في بداية هذا اليوم بنقود علينا جميعا اللهم اجعل لنا نفوسا راضية وانصافية يا رب العالمين خلاص احنا في شهر ديسمبر يعني خلاص أيام قليلة وبنودع عام عشرين واحد وعشرين وبنستقبل عام عشرين اتنين وعشرين يا رب يكون عام جديد وسعيد علينا جميعا ونلقي نظرة سريعة على يعني عام عشرين واحد وعشرين بما كان فيه من أحداث سيئة وبما كان فيه من أحداث كويسة ولكن بنودعه ونستقبل عام جديد يا رب نستقبله كده بالأمل والتفاعل والطاقة الإيجابية ويكون عام سعيد على مصرنا الحبيبة وعلى العالم أجمع النهاردة الحقيقة معنا مجموعة اهمة من الفقرات فقراتنا النهاردة بنتكلم فيها ويعني فقرة مهمة بنتكلم فيها عن التربية التربية السليمة والنشأة الصحيحة لأبنائنا وزي ما حضراتكم عارفين دايما بنقول ان الاستثمار في البشر اهم بكتير من الاستثمار في الحجر ودايما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيؤكد على بناء شخصية الإنسان المصري لأنه مهما كان فيه من تكنولوجي مهما كنا بنتكلم على التحول الرقمي بنتكلم عن الوسائل الحديثة في التعامل ولكن العنصر والعامل البشري ده مهم جدا طبعا الطفل في مراحله الأولى بيكتسب الخبرات نتيجة التوجيهات ونتيجة طريقة التربية من الأسرة في النهاية بيكون عندنا طفل بيكون عندنا شاب يا إما سليم نفسيا وصحيا وعضويا يا إما لو كانت التربية أو النشأة خاطئة ده للأسف بيؤدي إلى خلل في سلوك هذا الطفل طبعا مش الأسرة بس الوحدها هي اللي بتربي في هذه المرحلة عندنا طبعا مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عندنا المؤسسات الحكومية المختلفة بتشارك في عملية النشأة والتربية لكن بنحاول إن هذه المنظومة كلها تكتمل علشان زي ما بنقول في النهاية يكون عندنا شاب ويكون عندنا إنسان ومواطن صالح ومواطن إيجابي في المجتمع هنتكلم على عملية التربية وعملية النشأة الصحيحة في مجتمعنا ممكن نربي أولادنا التربية السليمة كمان هنلقي الضوء على عملية تعديل أو تصحيح السلوك لو في مشكلة ظهرت عند ابننا في مرحلة مثلا بداية المراقمة بين 12 ل 16 سنة في مرحلة الشباب إزاي ممكن نعمل عملية تعديل للسلوك فقرة مهمة بتمنى أنا حضراتكم تتابعوها معنا كمان طبعا فيروس كورونا اللي مازال موجود معنا في هذه المرحلة مازالت جائحة كورونا موجودة معنا وإحنا يمكن دلوقتي بنتكلم على المرحلة الرابعة من كورونا بنتكلم كمان على المتحور الجديد من سلالة كورونا هذا المتحور اللي هو لغاية دلوقتي تبقى لتقارير وزارة الصحة المصرية الحمد لله لم يصل مصر حتى الآن ولكن لازم نكون بقدر الإمكان على أتم الاستعداد لأوميكرون اللي هو يعني زي ما بنقول المتحور الجديد من فيروس كورونا في كل الأحوال هو لم يصل مصر حتى الآن ولكن هنحاول دلي برضو باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ده شيء مهم جدا طبعا التطعيم واللقاحات يا جماعة أرجوكم يعني احنا بنقول الحكومة المصرية الحمد لله وفرت جميع أنواع اللقاحات ودلوقتي موجودة في كل مكان حتى قدام المولات وقدام الأماكن التجارية بنلاقي موجود ناس بيقدموا التطعيم لكل مواطن مصري فالحكومة المصرية دلوقتي يعني بتقدم كل أنواع اللقاحات فما علينا أنه نسارع بالأخذ اللقاح وأخذ التطعيم عشان نحمي أنفسنا من فيروس كورونا ومن يعني لا قدر الله السلالات المتحورة من كورونا اللي لسه مش عارفين أي أخبار ولا أي معلومات علمية أكيد عنها ولكن الأكيد اللي عارفينه واللي كل الأطباء أجمعوا عليه هو اتخاذ الإجراءات الاحترازية السليمة غسل الإيد التباعد طبعا وتلقي اللقاح ده موضوع مهم جداً بتمنى أن حضراتكم يعني كلنا نتنبه وكلنا يكون عندنا لا فيه لأنه البلاد يعني صعب جداً جداً عليها موضوع الغلق الغلق الاقتصادي ده اللي شفناه فيه المراحل السابقة مش عايزين نرجع له مرة تانية لأن دايماً بيكون ليه أثار سلبية سيئة جداً على المجتمعات سواء في مصر أو في أي دولة من دول العالم كل الدول بتتردد جداً جداً في إجراء أو في إتخاذ قرارات الغلق لأن فعلاً الغلق بيكون ليه أثار سلبية سيئة جداً على كل فرد من أفراد المجتمع ولكن طبعاً لو كان فيه انتشار للوباء أو انتشار لأي نوع من أنواع الفيروسات بالتأكيد ممكن الدول تضطر لموضوع الغلق شفنا بعض الدول عملت يعني غلق مع دول أخرى ظهر فيها هذا المتحور الجديد خصوصاً طبعاً دول جنوب أفريقيا ولكن يعني مش عايزين يعني يا رب الأمور ما تتجهش إلى هذا الاتجاه وإلى موضوع الغلق لأن زي ما بنقول موضوع صعب جداً جداً إن شاء الله ما نلجأش إلى اتخاذ مثل هذه القرارات الصعبة في حسب الوزارة التربية والتعليم زي ما أشار دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ما فيش أي إجراءات خاصة بالعملية التعليمية هي بتجري في مصارها العادي وفي مصارها السليم والصحيح ولكن لو برضو في أي اتخاذ إجراءات ده ما بيبقاش قرار وزارة التربية والتعليم ده بيبقى قرار دولة وقرار لجنة الأزمات اللي بتدير فيروس كورونا لو لقيت إنه في مشكلة جمدة في مصر بالتأكيد ممكن تلجأ يعني لموضوع لا قدر الله طبعاً ولكن إن شاء الله زي ما بنقول بالوعي الكافي لدى المواطن وإن الدولة المصرية بتاخد كافة إجراءاتها الاحترازية والوقائية إن شاء الله ما نلجأش لاتخاذ مثل هذه القرارات ربنا يعني يعفو عنا جميعاً النهاردة إن شاء الله هتكون دي موضوعاتنا التربية والنشأة السليمة فيروس كورونا اللي مازال موجود معنا والسلالة الجديدة المتحور من فيروس كورونا وممكن نلقي الدوق على بعض الموضوعات الأخرى الهامة اللي بتأكيد بتهم مجتمعنا المصري بأكمله لكن في البداية زي ما نتعودين بنبدأ يومنا بالرياضة والنشاط والحيوية لأن زي برضو ما سمعنا من كل الأساتزة إنه تقوية جهاز المناعة ده جانب مهم جداً جداً علشان نحمي أنفسنا من الإصابة بفيروس كورونا أو أي نوع من أنواع الفيروسات أو أي نوع من أنواع الأمراض دايماً جهاز المناعة بيكون هو خط الدفاع الأول هنقوي جهاز المناعة بتاعنا بالتغذية السليمة وبممارسة الرياضة هنطلع فاصل ولكن هنرجع مرة تانية وبسرعة ونبدأ مع حضراتكم جولتنا السريعة مع الأخبار من بعض الصحف المختلفة مشاهدينا الكرام بنرجع مرة تانية ونبدأ مع حضراتكم جولتنا السريعة مع الأخبار وأخبار الأربعاء 1 ديسمبر بحث مجلس الوزراء في اجتماعيه أمس برئاس الدكتور مصطفى مدبولي آخر الوضع الوبائي في مصر وأن المتحور الجديد من فيروس كورونا سلالة كورونا أوميكرون للمصر حتى الآن لم يثبت وصول أي حالة من حالات الإصابة بأوميكرون تصل مصر حتى الآن وإن شاء الله الحكومة المصرية جاهزة وعلى أتم الاستعداد لمواجهة هذا الفيروس ولكن زي ما دايما بنقول وبنأكد أن المواطن المصري شريك إيجابي وفعال في مواجهة فيروس كورونا أو المتحور الجديد من سلالة كورونا رئيس الوزراء يشكل مجلسا تنفيذيا لتعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة المحلية رئيس الوزراء يتابع المشروعات المنفذة ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة رئيس الوزراء بدء تطوير القرى المتضررة من الأمطار في أسوان ضمن حياة كريمة مجلس الوزراء يوافق على تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار المنتدى الصيني الأفريقي يشيد بدور مصر المهم في تعزيز واستقرار أفريقيا مشاهدينا الكرام اسمحوا لنا هنتوقف ثواني هنطلع مع حضراتكم فاصل ولكن هنرجع مرة تانية ونكمل جولتنا السريعة مع الأخبار نرجع مرة تانية وشوفنا مع حضراتكم هذا التقرير عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اللي يعتبر بالفعل من أهم المهرجانات الفنية وتم تكريم الفنان كريم عبد العزيز وطبعا تكريم الفنانة القديرة نيلي والحقيقة نيلي صاحبة مشوار من العطاء الفني في تاريخ الفن المصري وطبعا يعني فوزير رمضان من أهم المحطات الفنية في حياة الفنانة نيلي بنوجه لها كل التحية والتقدير ولكل فنان مصري مخلص قدر أنه يقاهر السينمائي الدولي وما يحتويه من أعمال فنية قيمة نواصل مع حضراتكم أخبارنا مصر ترأس جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي حول أجندة المرأة والسلم والأمن انطلاق المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية يوم 8 ديسمبر وزير التعليم العالي لم نكتشف حالات إصابة بمايكرون أو أوميكرون عفوا بأوميكرون حتى الآن في مصر معهد الفلك فصل الشتاء يبدأ يوم 21 ديسمبر المقبل بإذن الله ويستمر 88 يوما شريف عثمان يحرز زهبية العالم لرفع الأثقال البراليمبية للمرة الخامسة على التوالي منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة لبنان اليوم في بطولة جأس العرب وآخر أخبارنا مع الأرصاد الجوية واستعراض سريع لدرجات في بعض المحافظات انخفاض درجات الحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمة بالقاهرة في محافظة القاهرة العظمة 23 والصغرى 15 في الأسكندرية 21-15 في مطروح 22-15 في سهاج 25-12 في محافظة قنى العظمة 27 والصغرى 12 وأخيرا في محافظة أسوان درجة الحرارة العظمة 31 والصغرى 13 مشاهدين الكرام حنتلع فاصل ولكن حنرجع مرة تانية وزي ما قلنا فقرة هامة جدا عن التربية والنشأة الاجتماعية السليمة لأنه بناء شخصية الإنسان مهمة جدا في حياتنا اليومية ودلوقتي مش الأسرة بس هي اللي بتربي عندنا عوامل خارجية كتير هي اللي بتشارك معنا في عملية تربية أبنائنا هنطلع فاصل ولكن حنرجع مرة تانية وبسرعة هنبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا فقرة هامة جدا عن التربية ونشأة مشاهدين الكرام مرة تانية وبنقول بالتأكيد تنشأة وتربية الطفل مرتبطة بأمور كثيرة جدا أهمها طبعا تلقي الخبرات والتوجيهات والنصيحة من قبل الأسرة كمان دلوقتي في هذه المرحلة عندنا عوامل كتيرة جدا زي ما قلنا بتشارك في عملية التربية هنلقي الضوء بشكل سريع على عملية التربية هنلقي الضوء كمان على جانب مهم جدا وهي مرحلة تعديل السلوك أوقات الأم بتكتهد في تربية أبنائها وبتحاول بقدر الإمكان أنها تلتزم يعني طرق التربية السليمة والصحيحة لكن بتفاجأ في مرحلة من مراحل الأبناء خصوصا من 12 سنة 14 سنة بنلاقي فيه تغيير وفيه عناد فيه سلوك أولادنا عملية تعديل السلوك دي إزاي تتم ده اللي هنعرفه من خلال هذا اللقاء اللي بتسعيدنا وبتشرفنا فيه الدكتورة ميسون الفيومي استشاري العلاقات الأسرية أهلا بحضرك معينا يا دكتورة بنسبح على حضرتك صباح الخير على حضرتك بعلش سيدة المشاهدين جميع دكتورة ميسون نلقي الدوق كده بشكل سريع مالية تربية ونشأة الأطفال يعني إزاي بتتم كده بشكل سليم وصحيح وأهميتها بعد كده فيه مستقبل هذا الطفل اللي هو في المستقبل طبعا هيبقى شاب وهو هيبقى رجل دايما بنقول يعني أطفال اليوم هم شباب الغد ورجال المستقبل دي حقيقة إحنا هنقول إنه مش كل زوجة بتتجوز لسه بتقول بداية طريقها هي صالحة إنها تكون أمض لعني الأمومة محتاجة تأهيل يعني أنا ما ينفعش إن أنا أكون بس مجرد إن أنا تجوزته بقيت حامل أنا هخلف وهربي خالص زي ما زي ما الدنيا بتمشي لأ إحنا دايما بنقول بنوصي إن مرحلة الحاملة دي مرحلة بفوت نستفيد بيها كتير جدا بالقراءة بإني أنا أقرأ مرحل النمو بحيث إن أنا مرحل النمو عالماء نفس كتير جدا اجتهد وعملونا مؤلفات كبيرة جدا إنه من أول ما يتولد لحد ما يتم أسبوع اللي هي فترة الوليد اللي هي الرضاع الرضيع بعدين الوليد بعدين ندخل على فترة المراهقة عندي ثلاث أقسام لفترة المراهقة مراهقة مبكرة متوسطة متأخرة نفس الحكاية عندي في فترة المراهقة مراهقة مبكرة متوسطة متأخرة بيدوني خصائص لكل مرحلة يعني قدر أقول مثلا ابني عنده كذا طوله قد إعارته المفوض دي بقى اجتماعي لا أمشي اجتماعي بينتق كم كلمة فبيبقى دايما فيه مؤشر أنا نواشي صح ابني ماشي صح أو ابني مش ماشي صح لأنه ما بيتكلمه عن النمو اللغوي والنمو الجسمي والنمو الاجتماعي والنمو الجنسي كل حاجة بيتكلمه فيها فلما أنا أقول متتبع الأخبار دي وشايفها أنا بقدر أو يكون رقيبة على الطفلة يعني أنا كأم أكون رقيبة على ابني أو بنتي فأنا متابع لا الحمد لله كويسة لا فيه كذا يبقى أنا لازم أوقف فدائما بنقول أني لازم يكون عندي وعي بإيه هي الأمومة أو إيه هي الأبوة يعني مرضو فيه ناس معتقدة من بعد الآباء أن هي عليها التربية وكده أنا عليها أسعى بره فهي بتشير العيب الأكبر لا ده الطفل بيحس بوجود مامته وبابا وهو جنين في بطن مامته يعني بيحس بلمسة بابا بيحس بصوت بابا فالما فوت بابا يتكلم معاه حتى وهو جنين بيحس بيعمل ألفة بيعمل ألفة ما بين علاقة الإبن بالأب أو علاقة الأم بالطفل يعني لما بتتبطها بكده على بطنها بتتكلم معاها أو مع جنين هو بيشهر بده وبيحس بده فبيطلع عندي طفل سنين فلحنا دايما بنقول أهم حاجة بداية فترة الأول ما أبدأ أنا هبقى حامل زي ما بنقول أني لازم كمان يكون فيه تأهيل ما قبل الجواز ايه اللي حالما ندخل على الحياة أنا مش عارفة الدنيا فيها ايه لأن الجواز مش فستان وطرحة لأنه فيما بعد لما عدينا مرحلة الفستان والطرحة دخلنا بقى في المسئوليات طيب المسئوليات دي أنا هعملها ازاي بتقسيم الأدوار أنا هعمل ايه وهو هيعمل ايه الحياة لازم تمشي فلازم يبقى فيه جزء علي أو جزء على الأب طيب دكتورة ميسون وإحنا بنتكلم عن تربية الطفل من كم سنة تقريبا أبدأ أقوله لا ده صح وده غلط يعني بتلاقي البابي مثلا سنة سنة ونص بيمسك كباية بيرميها يعني خلاص هو مش مدرك يعني ده متأخر جدا سنة متأخر جدا لا لا متأخر جدا 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 يعني الطفل سبحان الله الطفل واعي وبيفهم بالأم من نظرة العين يعني مثلا ممكن دي بيكون عنده أربع شهور ولسه بيزحف فرايح على حاجة هيمسكها فما تبص هتقوله لأ هو هيفه من أربع شهور خلاص هو هيروح لكن هو ميسك دي أصدوه صغير مش فاهم وميسك دي أصدوه صغير مش فاهم معنا هقعد سنتين تلاتة هو صغير مش فاهم لا هو بيبتدي يتعلم وبيبتدي يخزن الطفل ما عندوش القدرة على التعبير اللفظي يعني التعبير اللفظي أنه يتكلم بصورة ما عندوش لكن عنده المقدرة العالية جدا أنه بيخزن الداتة اللي بتدخله وهو بيستوعبها يعني مثلا لما يجي الطفل يعمل كده وقوله لأ خلاص يا هو هو فاهم حتى لو هو عنده تلات شهور هو فاهم نظرة العين وبعدين الطفل بيبقى كمان يعني بيلقط حاجات قوي يعني عنده حساسية عالية قوي دي الموقف فممكن يعمل موقف وحش مش مفهود أن الطفل يعمل شد حاجة وكسرها قد أخوه الصغير الأكبر منه بالألم مثلا على وشه وده بيحسر بيجي حد يسلم عليه يروح مدير ويدرق ويفتح شنطة ضيقفة عندك واخده باي لو الأم تجهلت أنا شاهم لم يكن بحكم أنه بس أنه هو طفل صغير هو هيحس أنه وفيه كمان أمهات للأسف الشسكت بس بتسكت وبتبتسم لما بتبتسم يعني هو فاهم أنه أنا بعمل حاجة حلوة فهكررها تاني وثالث وعشر فالمفروض أنه أنا من البداية أنا كأم أنا شايفة إبني عايزة ربيه إزاي ما ينبغي أن يكون بحاول أسعاله طبعا مهما أحاول أسعاله في معطيات الحياة الحديثة أنا زي ما حكت فضلت وقلت في التقريب البداية أني فيه عوامل خارجية كثيرة جدا بتأثر على تربية قبل ما بدش زي زمان يعني خلينا نقول مثلا يا دكتورة من ست شهور ثمان شهور نبدأ تلت شهور تلت شهور تلت شهور وابتدي أقول الدنيا فيها إيه لو فيه حاجة هو هيفهم لما نقوله لا كده غلط لا مثلا هيفهم وبعدين لما تزعاني يبقى بتزعالي يعني ما نفعش أنا أنا عملت موقف وزعلت فقال لي من ثانية بتسمت هو هنا يحصل له لخبطة هو أنت زعلانة ولا أنت مبسوطة فهو هنا يتلخبط فبالتالي أنا لما أعمل حاجة وأوديله معالم يعني الفيس لانجوج بتاعتي أديله معالم أن أنا زعلانة فهو مش هيكرر ده تاني إنما أنا بلاقي أمهات كتيرة جدا بتسيب 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 طفل دخل الأولى بتداي أو كي جي وان وتيجي تقولي ده كذا أقولها تبكت فين من قبل ما يدخل كي جي وان أنت في حاجات بتاع هل الطفل اللي قاعد يتربى بسنين على حاجة أعجي في يوم وليه لا عايز أغيره فهو برضو هياخد معي وقت طويل عشان أغير صحيح طيب دكتورة ميسون يعني دايما المعادلة الصعبة اللي هي كتير جدا من الأمهات بيحتروا فيها هنطبعا بنتكلم على الأم المتوازنة العقلة دون مبالغة في التدليل ولا مبالغة في التعنيف يعني دايما برضو المعادلة الصعبة اللي هي ما بين الحنان والعطاء والإحتواء والهدوء في التعامل مثلا مع أي خطأ الطفل يعمله يعني ده برضو اللي احنا بنعرفه إن الهدوء والإحتواء في التعامل بيبقى أفضل من التعنيف ده على جانب على الجانب الآخر برضو طبعه الطفل بيكرر هذا الخطأ عقبه إزاي العقاب النفسي المعنوي اللي هو ما يسببلوش أذى أو ما يسببلوش درر معنوي ويتحول معاه بعناد أعتقد دي معادلة بتبقى شوية صعبة نحن لازم ناخد بالنا لما بنيجي نقول للطفل على حاجة ما يتعملهاش وعملها وأعنفه لازم أبقى لها فاهمة أن أنا هنا مستعد لأن التعنيف الزايد عن اللازم هيطلع لي طفل عنيد بالزبط كده لأنه ما يطلعش عندي شخصية سوية هيطلع أنه بيعندني لأنه هو الطفل العنيد هو ليه عنيد لأني زي ما يقولك فيه اضطراب لملكاته الداخلية ما بين انه مثلا عايز يبقى اجتماعي ومامه قفل عليه ما بين انه عايز يسهر وماما بتقول له نام ما بين انه عايز يعمل حاجة يعني عايز أعمل حاجة وفي حد بيمنعني عايز أعمل حاجا وفي حد بيمنعني صحيح ده وارد وممكن يكون مش حاسس بإيه بالعطفة الجياشة من الأم ممكن كمان يكون في خلافات ما بين الأم والأب الطفل بيقول الطفل صغير محما اتفعنا أنه ثلاث شهور لو في مشكلة بينك وبينه بينك وبين الأب وكده هو خلاص تسجلت يعني بتتسجل في فيلات في العقل الباطن هي تسجلت الخبرة فممكن يكون كل ده ما عندوش إشباع عاطفي فلما عايز يجي يعبر عليه ومش قادر يقول أنا مش قادر يقول أنا جوايا إيه بس يبتدي بقى يمارس سلوك يبقى هنيد معايا يمارس سلوك عدواني عشان بيلفت انتباهي أنتو مش مغدين ببلكم مني أنا موجود وعايز عايز حنان بس محدش مديني ده فمش هيقولهولك ده مش هيعبر في المراحل الصغيرة مش هيعرف هيعبر بطريقة يعني بطريقة هو بقى السلوك العدواني ممكن يكون عندي طفل مثلا أنا جبت بيبي صغير مثلا وحد جاب بيبي صغير وعندي طفل أكبر الابن مثلا عنده أربع سنين وجبت أو تلاث سنين كان بنام عادي ما فيش عنده مثلا تباول إرادي ولا أي حاجة الابن الكبير ابتدى يكسر ابتدى يحصل عنده تباول لا إرادي بقول لها ما انتو واضح انك ادتي الاهتمام والحنان كله للصغير بحكم ان البيبي الجديد محتاج اهتمام بس أحملتين بيجي هنا بقى دور القب لعني الأم مشغولة ما هو تأغاسبين عنها ما بيبي صغير مش بسهر يعني كلنا عارفين مراحل الأولى في الطفل بتبقى صعبة اللي هو على بال ما يبتدي يتأقلم مع الطبيعة هو كان في عالم بقى في عالم مغير للعالم اللي هو موجود فيه هنا بقى بيجي بقى دور المفروض الأب والجد والجدة والحنان على الطفل الكبير وان انا مثلا لما اولد وادخل عام المستشفى اكني البيبي ده هو اللي جاب هدية لأخوه اجيب هدية من قبل ما اخلف واشيلها اخدها معايا في حيث لما أخوه يجي يبص عليه يقول له تعالى بص أخوك جاب لك ايه معايا وكده فيتبصد فيبدأ انشأ جسور محبة ما بين الطفل الأول والطفل الثاني ما مش معنى ان انا جبت طفل تاني ان انا اهمل الأولاني لانه بيحسوا بغيرة وبيحسوا ان انا كنت في الأول وخصوصا لو جاي ده رقم دنين والأولاني بيحس ان انا كنت كل حاجة الصحيح صحيح دايما ان الطفل الأول بيبقى واخد يعني دلع زيادة واهتماني محكم انه مفيش غيره لكن هو مش هيستوعب انه بقى الحب ده راح فين مش هيستوعب انه عشان اخوه بيطلع بقى ايه مش حابب اخوه فممكن تلاقيه بمالس بعض انواع السلوك العدواني او العدائي مع الطفل وهو صغير فمتقوليش اصلي ابني بقى اتغير لا ابنك محتاج حنان ابنك محتاج تطبطب علي تعال اغيرله معايا تعال الحميم مع بعض احط ميا الهب معايا وانا كده بمناسبة الحنان دي برضو دكتورة مايسون يعني كنت سمعت رأي علمي مؤخرا انه الطفل ربنا يخلي يا رب كل الامهات ويخلي كل ام لاولادها وما يحرمش اي حد انه الطفل مهما اي حد داله حنان من كل اللي حواليه محتاج حنان الام لو هو فقط حنان الام صعب قوي ان اي فرد من افراد الاسرة يعوضوا هذا الحنان خصوصا لو الام موجودة يعني لا قدر الله لو في وفاة للام او في تغيب لسبب قهري خلاص ده طبعا موضوع ولكن الام لما بتكون موجودة وما تقدرش تدي لابنها الحنان لو كل العالم داله الحنان مش هيكفيه او هيعوضوا حنان الام تحديدا وانا عايز اركز على النقطة دي علشان برضو دي هتودينا لعملية الانفصال او التفكك الاسري ان كل ابو ام ما يستسلوش هذا التفكك لان الابن مهما ديناله من اي حنان لا يعوضوا ابدا عن حنان الام لو الام موجودة والطفل مش حاسس بالحنان منه هو طفل صغير ببتدي احصد عدم الاشباع للجانب العاطفي في بداية فترة المراكم يعني شوفت يعني لما يبقى فيه عندي وابتدي احس انه سلوكه مش سوي يعني لان احنا عندنا الشخصية مسوية او غير سوية او شخصية مريضة فانحنا بنتكلم كلنا يعني ما عندناش حد سوي بنسبة نافة لكن اب انا بس على الاقل الطفل طبيعي يعني طفل عادي لكن لما باجي اتفاجئ في فترة المراكمة بيشكاوي من الامهات ده مش ابني وده لا او لا طب نرجع بقى نعمل فيدباك نرجع لف مرحلة الطفولة مرحلة الطفولة هي اهم مراحل حياة الانسان كلها اهم مراحل حياة الانسان المفروض ما يشوفش الطفل فيها سراعات ما بين الام والاب خناقات ما بين الام والاب ما بين ماما مثلا ما بين الام والحمة او ما بين الام واخوتها الكلام ده ما يتنقلش للاطفال الطفل لازم يعيش حياة طبيعية بس احنا للأسف الشديد احنا مفروض مثلا تمانية بالدقيقة الطفل يكون في سرير ونايم وانا انام بدري عشان اقدر اقوم له الصبح بدري عشان هو لو ستة او سبعة الصبح قام يعيش حياته طبيعي لأنه عشان هرمون النمو يتفرز ويبقى إنسان يعني حتى جسدياً يعني جسمه كويس هيبقى نفسياً هيبقى نفسياً كويس لكن الأمهات اللي بتسيب أولادها يصهروا لحد ساعة 4 أو 5 ألفاك تقولك قصي أنا بصهر وبحب أم الساعة 12 الدور طب ما أنت بتضمري الأولاد من ما فيش ألد أنا عارفة يبقى تكلم في عملية الوعي لازم تكوني واعية بدوري الأمومة دي على فكرة دي مسؤولية كبيرة صحيح طيب دكتورة مايسون مرحلة أو عملية العقاب تبدأ من كم سنة يعني تقريباً هدك قلتي من ثلاث شهور أو نبدأ نوجه نبدأ نحسسه أن اللي عمله ده غلط طيب هو بيكرر هذا الخطأ مثلاً العقاب يبدأ من كم سنة ويبدأ بإيه العقاب السليم اللي هو زي ما قلنا ما يسببش ضرر أو أزى نفسي للطفل هو مش ممكن يكرر ممارسة سلوك وهو طفل صغير إلا إذا أنا كأمة أثنت على هذا السلوك يعني فهمته ما ممكن يكون أخذ حاجة وكسرها ما هو ولا يهمك خلاص فداك لأ أنا لازم أقوله لأ بيتنا أو لازم بيتنا يبقى جميل ويتبقى الفزة محتوطة هنا بص إيه رأيك وشكلها كذا لما محط فيها ورد بيبقى شكلها بربطه بالمكان يعني إيه رأيك قطك وتتوضب وتبقى حلوة تخيل كده لو جالك صاحبك ولقيها دايماً نضيفة ده إنت نفسك لما تيجي تنام تحسي طاقة طب لو هو عنده سنة مثلاً يا دكتورة هيفهم هذا الكلام هيوصله لا هو بس مش بيوصله بالمفهوم بتاعنا بس بيوصل إن أنا إيه أنا تعبانة ووضبت البيت وعملت وكده عشان إنت حبيبي تقعد في مكان نضيف أنا بحبك تبقى دايماً قاعد في حتة حلوة بص نزوق كذا هو بيخزن هو بيخزن فلما يجي في سن معين اللي هو بداية كجي وعنه كجيته هيريحني لأن هيريحني لكن مش ممكن أكون أنا سايبة ثلاث سنين يعني يعمل كل السلوكيات اللي هو عايز يعملها وبعدين أجي أبدأ أسليب التربية يعني العقاب هنا حرق شايفان مجرد الأم تبدي العقاب للطفل حسب براحل العمر وحسب نوع الخطأ يعني ما قدرش أقولك مثلاً عقاب ينفع للكل وما يقدرش أقول عقاب ينفع لولد فيه عقاب ينفع للولد لكن ما قدرش أمرسه مع البنت البنت أكثر حساسية من الولد يعني البنت ممكن كلمة تجرح الولد ممكن أقوله كلام ما يبص كده لو هو في آخر مرحلة فورا المبكئ المتأخرة وبداية فترة المراهقة فممكن ما يهتمش بالكلام اللي هيك بتقوليه لكن البنت بتبقى حساسة فبالتاني ممكن من نظرة تجرحيها فلازم أبقى أنا بقول فعشان كده أسليب العقاب أنا كأم أقول لو أنا عندي وعي هبقى عارفة موقف بسيط لا أقوله بص حبيب قلبي ده خلاص أنا عارفة اللي حصل غصباً عنك وما تضيقش نفسك وإن شاء الله إيه أنت مش هتكرره ولو كل ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى حاجة أو ما أقولهش كل ما تبقى يعني أسلاً أنا أدله في الأول إن أنا أخدت باني إنه أنا عارفة إنه هو قاصد يعمل ده أو إنه قاصد يضيقني لا أفهمه إنه إنت مش قاصدك وإنا فهمة إنه مش قاصدك ده عشان إنت أكيد بتحب ماما فمش ممكن تضيقها وبتقى وتروح له حض نار ده أول مرة تمام؟ بحيث إنه هو كده إيه فهم فيه احتواء شوية فيه احتواء وإنا كده لا أنا مش هزاع الماب تمام؟ مش هزاع الماب لكن مرة مع مرة لو ابتدينا ندخل في مراحل بقى خلاص تدى يروح المدرسة لا هنا ممكن أنا أعاقب بس مش بالضرب ومش بالتعنيف لأن التعنيف مرضو ما هيولد لي طفل صحيح طفل عنيف وبالزبط هيطلع لي طفل عدواني ممكن يكون في البيت عندي هادي لأن بس أمور البيت كلها مش عجباء بس لما يروح المدرسة يشتكو لي بقى في المدرسة إنه غير مطيع للمدرسين مش عنيد جدا معهم مش عايز يزاكر ممكن يبقى شاطرة بس مش عايز يبين إن أنا شاطر مش عايز يبين إن أنا عارف المعلومة أنا عارف المعلومة بس مش هجاود لأنه برضو نعمل أنواع لفت الانتباه هو بيقول يا جماعة خدوا بالكم أنا مش طبيعي لأنه أنا مش قادرة عبر إحنا ساعات بنعمل بقول للأمهات ممكن نعمل حاجة بسيطة قوي لكل أمه ممكن تعمل بنشرف نجان قهوة كده وبناخد الباقي من القهوة كده ونجيب ورقة فروسكاب بيدا وأدلق القهوة دي على ورقة الفروسكاب وأحركها في كل الاتجاهات واسبها شوية تنشف تجف وبعدين أجي عاد مع ابني قوله إيه تيجي نلعب فيقولي إيه من أعمل هنعمل إيه تهالي بص كده تعالي شوف الرسمة دي أنا كده فشكلت حاجة قلت إيه أشوف الدنيا فيها إيه تفتكر أنت شايف فيه أنا مش عارفة حدد أنا شايفة كذا أنت إيه رأيك هو هنا على مستوى عقله اللواعي هيديني مؤشرات هو بيعاني من إيه يعني دي حاجة بوسيطة جدا ده كان واحد اسمه الرشاخ في عالم النفس عمل 13 بيسموه ورق رشاخ اللي هو بيطلع المكنونات النفسير الطفل فأنا بدل ما نجيب حبره ونوسخ ونعمله هو ورقة واحدة هيديني كده لما يبوس مثلا يقولك إيه ده فيه طفل هنا الطفل طب يعمل إيه قاعد بيعيط طب بيعيط طب بيعيط لي ابتدي بقى إيه خذي وديري الحوار تمام إسحابي منه هتقدري إيه تفهمي مؤشر لعني في بعض من الحاجات أنا كمان بديق قوي من بعض الأمهات بصراحة يعني أي أني أول ما تلاقي ابنها سلوكه أهمش أودي طبيب نفسي لأ لعني أنا خبرة أن أنا أودي ابني طبيب نفسي ولما يجي كبر شوية هو بيحس أن أنا مش طبيعي ودلوقتي يعني ما شاء الله الوسائل أيه عندنا وسائل تعديل سلوك كتيرة جدا كتيرة جدا على النت بنقدر لحنا يعني ممكن أنا كأم أتواصل أتواصل بس من غير ما أأودي الولد لأني بساعات في حالات لازم أأودي بس في حالات ما ينفعش الولد مقبولة ثقافة الأم أو وعي الأم تقدر نهاية تتعامل معا بطريقة صحية طيب أخيرا يا دكتورة ما يسون في دقيقة علشان وقتنا عملية بقى تعديل السلوك يعني للأسف بنلاقي مثلا الشباب في مرحلة بداية المراحقة مثلا اللي هي من 12 ل 14 سنة يعني مثلا بنلاقي الأم ما كانش عندها وعي بقصد أو بدون قصد ابننا في المرحلة دي هو شخصية تكالية شوية معتمد على ماما بتودب له مثلا الأوضة معتمد على ماما بتنظم له موعيد الدروس بتنظم له المذاكرة الحنان الزائد أو العطاء الزائد من بعض الأمهات هنا بقى تعديل السلوك اكتشفت الأم فجأة إن هي غلطت إن هي 12 سنة بتحتويه وبتنظم له بتوضب له كده طيب لا خلاص هو المفروض يعتمد على نفسه بقى نعمل إيه بقى في الوقت حالات يعني أثار الحماية الزائدة بتبقى أكتر من الإهمال بتبقى أكتر يعني اللي اتنين يعني النقيدين أبس اللي اتنين تطروا في اللي اتنين بالضبط يعني أنا مش ماشي في الطريق السوي العادي والاتنين مش هيطلعوا لي بني قدم صح مش هيطلعوا لي شخصية سوية لأن الطفل من هو صغير لازم يكون معتمد على نفسه من هو طفل بيوضب قطه بيوضب سريره بيجهز لنفسه حاجات ممكن أقسم بعض من المهام بمكافآت بس مش مكافآتنا لي لعني عشان أنا فيه بشوف أمهات طب وضبي سريره هتأخذي مثلاً 5 جنيه لا أقول لها غلط لعني هي وبعد بتعملها عشان هي دي قضيتها وحابة تعملها هي بتعملها عشان تاخد مكافآتنا بالمادي وبعد أنت بعد كده بتعلميها من غير ما تاخذي بارك أني أنا أي حاجة هعملها وأسهدك في البيت أني أنا ده لازم يكون أخذ أجر عليها وده مصح صحيح لعني أنا المفهود أعود أني احنا بيت واحد بيتنا لازم دايماً يكون حلوة ونظيف لازم يكون بيتنا إحنا بنقعد فيه ما تيجوا نقعد واستغلي كل ركن في البيت ما فيش حاجة اسمها السنوم ما حدش بيقعد فيه أعودي فيه أعودي في البالكون طلعي بفازة نعناع وحطيها أنت عملي عصير فرش للولاد وأعودي معهم في البالكون اتكلمي معهم اتحولي معهم وأنهم أطفال صغيرين اتعاش يا ستي سندوتشات في أي حتة ما فيه ركن في البيت ما تستغليه صحيح وما نستفديش بي ليه عشان أصدامة مش محدش بيدخله فخليه زي ما هو لأ إحنا بنقعد ونستفيد من كل ما كان في بيتنا فلازم يكون البيت كويس لما بنجي لأ نتكلم على تعديل السلوك دي مراحل بقى برضو سريع سريع أسوأ شيء التناقض في الكلام يعني أنا النهاردة موافقة على ده بكرة مش موافقة ولا معمش ده أنا لما عملتها أول تضرب ما بين الأم والأب يعني الأب يقول شيء والأم تقول شيء فالطفل إيه لا يطلع إيه طب أنا بما أسمع كلام مين ماما بتقولي ما تعملش ده بس في نفس الوقت بابا بيقولي يعمل ولا يهمك لازم يكون فيه تفاهم ما بين الأب والأم على تربية الأبناء ولازم يكون أفكارهم وحدة وفي الآخر للصالح لنا إحنا سواء أنا كأم أو كأبي وحتى لو فيه تغيير في رأي الأم يا دكتورة تقولهم مثلا أنا رأي يتغير ليه عشان فيه زروف معينة فاهم الطفل تقوله على فكرة أنا في الأول قلت لك على دي لا بس لما أنا فكرت فيها لقيتني لها جانب إيجابي فبصراحة على فكرة أنا مش زعلانة خالص أنا شيء طبيعي تتعلم في حياتك إن أنا ممكن تاخد قرار بس ما فيش مشكلة لو لقيت إنه فيه قرار أفضل أو أحسن وثقافة الاعتذار عند الأهالي يعني ما فيش مشكلة المشكلة إن أنا لما غلطت في حاجة تعصبت على ابني أي حاجة معلش حقك علي أنا أسف قصي جاية السواء مش عارف إيه قصي كان عندي مشكلة في الشغل إنت فعلا ملكش أي زهم بس إنت ابني حبيب قلبي بتروح ضمه وحضمه إنت ابني حبيب قلبي وأنا معلش فتفط معاك حقك علي وكده يعني ثقافة الاعتذار لو أنا بعتذر هو هيعتذر لو أنا ببعتذر هو عمره ما هيعتذر دكتورة ميسون الفيومي كلام حضرتك كلام رائع وقيم ومهم جدا في حياتنا اليومية لأن زي ما بنقول أولادنا هم أغلى حاجة عندنا عايزين دايما نربيهم التربية السليمة شكرا لحضرتك وأكيد هيكل لنا لقاءات قادمة بإذن الله شرفتين مشاهدين الكرام هنطلع فاصل ولكن هنرجع مرة تانية ومعنا فقرة مهمة جدا هنتكلم فيها عن الموجة الرابعة لفيروس كورونا وهنلقي الضوء بشكل سريع على هذه السلالة الجديدة المتحور من كورونا أوميكرون علمية كافية عن هذا المتحور الجديد فاصل سريع ونرجع مرة تانية ونواصل لقاءاتنا مشاهدين الكرام بنرجع مرة تانية ومعنا فقرة مهمة جدا بنتكلم فيها عن الموجة الرابعة من فيروس كورونا أعراض هذه الموجة يعني أعراض من يصاب بفيروس كورونا في هذه المرحلة هل مختلفة عن الأعراض السابقة طرق العلاج يمكن بنسمع من بعض الأطباء أنه فيه طرق مختلفة للعلاج أو فيه أدوية جديدة بتضاف أو فيه أدوية جديدة بيتم حسفها ولكن في كل الأحوال تقريبا إلى حد ما الأعراض متشابهة والشيء الأكيد هو اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللي كلنا دلوقتي بقى نعرفينها وحفظينها عموما في هذا اللقاء بيسعدنا وبيشرفنا وجود الدكتور وسام نبيل أهلا بحررك معنا يا دكتور شرفتنا ونعرفتنا سهلا بحررك أهلا وسهلا بحررك أهلا وسهلا بحررك علمي بسيط إيه الفرق مثلا لما بنقول بدأنا الموجة التانية الموجة التالتة الموجة الرابعة يعني إيه الفرقات يعني ما هي تقريبا الأعراض متشابهة أو واحدة أو والله هو الأعراض نفسها هي الأعراض هو مرض كورونا هو مرض فيروس كورونا هو واحدة بس هي بقصة كلها لما بتزيد الأعداد وتزيد حدة الإصابة أو بتزيد شدة الإصابة في المضمونة المعين فبدا بترتفع البيكس بتاعت الإصابة فبنقول ده هي ديموجة زي تموج يعني بتزيد أعداد المصابين فبتحصل إيه؟ موجة طبعا ولو فيه تحور للفيروس نفسه خلاص فبتزيد معاه شدة الإصابة بنعتبر دي برضو موجة تمام طيب وإحنا دلوقتي في الموجة الرابعة إيه يعني هل الأعراض عند كل مريض بتختلف عن الأعراض السابقة بتزداد حدتها ولا بتقل حدتها يعني إحنا بنقول دلوقتي مع انتشار اللقاحات اللي بياخد اللقاح حتى لو أصيب بهذا الفيروس هي طبعا زي لا تمنع الإصابة بفيروس كورونا ولكن يمكن بتخف شوية من الأعراض أو من المعاناة برضو كلمنا حضرتك كده بشكل سريع بص حضرتك بالنسبة للأعراض كوفيد بتخف أو بتقل مع الإنسان اللي واخد الفاكسين اللي واخد الطعم تمام ده الأساس أو يعني الأساس اللي إحنا عايزين نوصله في الفترة اللي إحنا شغالين فيها دلوقتي إن حتى ليجي لو جيه مصاب يخف من حدة الأعراض تمام بالنسبة لي إن إحنا دلوقتي لما المريض بيجيلي مصاب بفيروس كورونا لما يكون مصاب بفيروس كورونا وحاجات تانية معاها أو بيعمل مشكلة كبيرة إذا إلا يعني ربنا يا رحمنا الله وخلانا يعني إيه نيجي نعافر مع المريض وكده ويستعيد شفائه ويستعيد صحته تمام لكن لما يكون المريض جيلي متناهي في في المراحلة الأخيرة وجيلي إن هو مثلا يعني حالته ديتيريوريت أو حالته يعني أكسوجين قليل الدنيا بتاع فده بيصعب المهمة على الأطباء وبرضه بالضبط إن هو يعالج الحالة عشان كده يمكن من فترة كمان يا دكتور يمكن مع بداية جائحة كورونا يعني سمعنا تأكيد من قبل الأسد الأطباء في وزارة الصحة إن يا جماعة اللي بيعاني مثلا من مرض الضغط أو مرض السكر أو أي نوع من أنواع الأمراض لا تهملوا مثل هذه الأمراض الأساسية لأنه بالضبط كده لأن أي خلل في الضغط أو في السكر مثلا ده ممكن اللي بيصاب بكورونا ده بيسبب له مشكلة أكبر ومضعفات أكتر من لو الإنسان حتى لو بيعاني من الضغط لكن مزبط ضغطه بياخد الأدوية مزبط سكره ده هيخليه إلى حد ما يقوم أعراض كورونا هي الأمور دي تسيطر عليها برضو والأطباء والقوى والفريق الطبي بالنسبة لمزارة الصحة لا طبعا الحمد لله من سيطر على كل حاجة من سيطر على الحالات الطبي الحالات المرضية اللي بتيجي سواء من كورونا أو غير كورونا بس هي القصة إن إحنا فيه فريق متكامل ولازم يكون فيه تناغم بين المريض وبين الطبيب صحيح من ناحية المريض من ناحية إنه هو يسارع بالفحص الدوري على نفسه صحيح ويسارع إنه هو لوش حاسب أي حاجة ييجي يتكلم عليها ما يعودش يقول لا أنا مش خلاص مش عارف إيه لا لازم تعاون مصمر بين الطبيب والمريض صحيح تاني حاجة برضو لازم أنا أكون كطبيب يعني على دراية كاملة بكل مقتنائة المرض والحمد لله ده متوفر جدا في الوزارة وإن كل الفرق الطبية في الوزارة على مستوى عالي جدا من الكفاءة العالية في موجهة المرض صحيح وعلى مستوى عالي جدا في موجهة الأمراض الأخرى كمان وحتى لو حصل إن ده جمع الكوفيد وكده بيعرفوا سيطروا على الحالة من أولها الأخيرة والحمد لله صحيح طيب دكتور روسان باعتبار حضرتك عضو وحدة إدارة الأزمات بوزارة الصحة والمسؤول عن فريق تحويل الحالات إلى إيجابي كوفيد يعني وإحنا الحياة بنقول إنه الحمد لله نجحت الحكومة المصرية في إدارة أزمة فيروس كورونا ده يعني نجاح عظيم جدا أشادت به الحياة كل دول العالم النجاح من الناحية الصحية والإقتصال الاجتماعية الحمد لله إحنا يمكن من الدول النادرة جدا اللي تعرضت لأزمات أثناء جائحة كورونا يعني نادرا ما كنا من يسمع عن أي أزمة من الأزمات فإدارة الأزمة هنا إدارة جيدة ولكن إحنا عارفين دايما إن إدارة الأزمات بتبقى تبقى لكل مرحلة يعني هذه الإدارة دايما بتتوافق مع المرحلة دي فهل إدارة الأزمة اختلفت مثلا مع الموجة الرابعة أو مع المرحلة الرابعة ولا هي نفس الدوابط نفس المعايير اللي بدأنا بيها من أول مرحلة والله الحمد لله عشان إحنا حطين والوزارة حطة أساس كوية استراتيجيات استراتيجيات قوية جدا لموجهة الكوفيد وموجهة أعراضه وموجهة أي حالة طرقة تحصل وبنبقى دايما في استعداد تام لموجهة المرض فالاستراتيجيات دي بتخلينا على أتم الاستعداد لو حصل أي مشكلة حصل أي إن إحنا إن إحنا قادرين إن إحنا نواجه وإن كلنا استعداد عشان كده هو ده اللي وضعنا فيه مكانة عالية جدا بين الدول في موجهة التصدي لفيروس كورونا إحنا من الدول الناس يعني محتلة موقع الصدارة في مواجهة فيروس كوفيد صحيح الحمد لله وده الشكر ده فضل من عند ربنا صحيح الحمد لله يعني أولا إدارة الأزمة إدارة جيدة الحمد لله عندنا بنية تحتية أساسية قوية جدا مصر من زي ما بنقول برضو الحمد لله من الدول اللي هي لم نعاني من نقص في سلع غزائية ولا سلعة موينية في عز الأزمة ولكن كل السلع متوفرة كل الأدوية متوفرة الأمور بتسير بأمر طبيعي جدا جدا يعني إن شاء الله وبرضو فرض القيادة الحكيمة تحت توجيهات معالي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي صحيح ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والحمد لله كل العاملين الحقيقة بوزارة الصحة بالقطاع الطبي تحيي التقدير يعني واحترام لأن زي ما بنقول جيش مصر الأبيض يعني الأطباء هم دايما اللي في مواجهة الأولى مع المرض ومع الإصابات حتى لو كان معدي ولكن الطبيب يعني بيلبس الوقاء اللازم أو كده وبيبقى في مواجهة مع المريض لازم يعني يبقى على طول مع المريض عشان يقدر أنه يعرف الأعراض ويعالج المريض بإذن الله طيب البروتوكول العلاج برضو يا دكتور دي من الحاجات يعني بدأنا نسمع أنها بدأت تختلف يعني دون ذكر أسماء أدوية معينة ولكن مثلا لو قلنا مضادات حيوية كان زمان بيستخدم بعض المضادات الحيوية دلوقتي بنسمع أراء الأطباء لا ما بقناش نقول على المضاد الحيوي ده بنقول على المضاد حيوي تاني أخذ برضو وفيتامين سي والزينك والحاجات دي كلها هو حضرتك هو حضرتك هو البروتوكول متشابه ليه بقى هو بيختلف على أي أساس على أساس مثلا لما حصل تحور في شهر غصص اللي فات لما حصل متحور دلتا برضو هو يعني يعني على أساس التحور وعلى حسب برضو معدل الإصابة لأن فيه حاجات دي تحت الدراسة على طول دراسات الوزارة مش سكتة الحاجات دي تحت الدراسات وفيه لجنة ترصد وفيه حاجات بنشوف يعني المتحور نفسه أو الفيروس وصل ازاي أو عمل ايه أو محتوى الإصابة ومعدل الإصابة وكلام من ده على هذا الأساس بيقيم الوضع وبرضو بيقيم الدواء نفسه ويقيم فعالية الدواء بالنسبة للمرض بيشوف اعتماد البروتوكول نفسه صحيح على هذا الأساس بتبقى فيه لجان معينة بتعتمد البروتوكول بتاع العلاج بتاع فيروس طيب دكتور وسام سريعا في دقيقة علشان وقتنا نلقي الضوء بشكل سريع على المتحور الجديد من كورونا وميكرون اللي هو بدأنا نسمع عنه وهو لسه مفيش معلومات كافية عنه ولكن لازم كل الدول تبدأ تاخد احتياطات علشان والحمد لله برضو النهاردة سمعين أخبار انهو لم يصل مصر حتى الآن حتى اليوم اللحظة بنكلم فيها دي لم يصل أي إصابة بهذا المتحور الجديد سريعا كده نلقي الضوء عليها دكتور والله المتحور ميكرون هو أساسا نتيجة اختلاف 30 بروتين من هو الجسم الـ RNA بتاع الفيروس بس هو إلى الآن لم تفبط دراسات واضحة لخصائص متحور ميكرون بالنسبة للدول الباحثة فيه على رأسهم طبعا جنوب أفريقيا بس هي الحمد لله طبعا زي محرطت تفضلت دلوقتي انهو لم يصل أي حالة إلى الآن الجمهور العربية الأمر تحت الدراسة لسه يعني ما نقدرش نقدر نقول في حاجة بس الحمد لله الحمد لله في بعض الشركات اللي هي مسؤولة عن تطعمة والفاكسين ممكن بإذن الله لما هنعمل جراعات معينة إضافية علشان الاحتواء فيروس أوميكرون والقضاء على عراضه صحيح وتصدي لي ومجهته ولكن في كل الأحوال برضو عايزين نسمع الكلام من حضرتك اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطعيم طبعا التطعيم ده أساسي يعني إحنا خلاص ده بقيت ألف به مسلمات وطبعا منظومة التطعيم الحمد لله الحمد لله صحيح بقت يعني بتشتغل بطريقة عالية جدا وعالية الكفاءة على مستوى وأنحاء جمهورية مصر العربية التطعيم دلوقتي بقى لازم لازم بقى كل فرض مصري لازم الطعم تمام وبالنسبة للإجراءات الاحترازية طبعا إجراءات الاحترازية لازم اتخاذها سواء بالتباعد الاجتماعي أو لبس الكمامات شكرا لحضرتك يا دكتور شكرا لحضرتك مشاهدين الكيرونج بنصل لختام حلقتنا النهاردة وبنتمنى تكون كل الفعلة إعجابكم وردكم استنونا بكرة إن شاء الله في نفس المعاد ولقاء جديد وأسرة جديدة ودايما بنصبح عليك